السلام عليكم أصدقائي معكم محمد من قناة طانميد في هذا فيديو سنتحدث عن خبر جيد مفرح لأصحاب البي سي أن صفحة ألعاب بلاي سيشن أصبحت متاحة على ماتشا ستيم فأن صفحة ألعاب بلاي سيشن المخصصة أصبحت الآن متاحة على ماتشا ستيم ويبدو أن هناك تلميحات لوصول مزيد من الألعاب لبلاي سيشن فور ولي سيشن فايف إلى منصة البي سي خلال فترة قادمة أن صفحة الماتشا المخصصة ستكون بمتابة واجهة مستقلة تمكن المستخدم الوصول إلى ألعاب بلاي سيشن والمحتوى الإضافي الخاص بها بشكل سهل وسريع ولكن أيضا تخصيص واجهة تظهر الألعاب والسيديوهات بلاي سيشن ربما يمكن التلميح كافي بأن منصة البي سي ستحصل على مزيد من حصريات البلاي سيشن المميزة في المستقبل سوني من ناحيتها أكدت أن تعمل على جلب مزيد من حصريات بلاي سيشن إلى منصة البي سي وقد بدأت باتخاذ هذه الخطوة منذ نهاية الجيل الماضي وبداية الجيل الجديد حيث أطلقت في السابق لعبة وريزن زير ودعان التي تعد أول حصريات المطلقة لمنصات البلاي سيشن ومنصة جهات البلاي سيشن التي تصدر على البي سي وتتبع لعبة تايز كون التي تتوفر بعد أيام قليلة فإذا قمت بزيارة صفحة بلاي سيشن على مطلقة سيشن في وقت الراهن ستجد أنه يمفترض أن تظهر 24 لعبة منوعة من ألعاب استجهات بلاي سيشن ولكن بالفئر لا تدور سوى ثلاثة عنوين إياه هوريزن زيرو داون و هانتين جراوند و هيل برايفلز بينما تظهر لعبة تايغون بسعدات لإطلاقها الأيام القليلة القادمة وهناك شائعات أخرى تحتل عن قدوم مزيد من الحصريات بلاي سيشن ولو منصة بي سي منضمنها لعبات بلود بون الذي يشاعر عنها أيضا ستحصل على نسخة محسنة ستنظر الجهاز بلاي سيشن 5 إلى أنه لا تأكيدات حتى الآن حول الآن فإذا عجبك هذا الفيديو فلا تنسى تغطر زيل لايك و زيل سبسكرايب نراك في فيديو جديد إن شاء الله اشتركوا في القناة